اشتركوا في القناة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني للالعاب القوى وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وخلال الحفلة الذي اقيم في منتزه الامير خليفة بالحد اعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تنظيم بطولة التاج الثلاثي في نسختها الثانية على ان تقام الجولة الاولى منها في شهر يناير بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة من جانبها اعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن تأهل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبطولة العالم للترايثلون والتي ستقام في كوينزلاند الاسترالية وذلك خلال الشهر سبتمبر من العام القادم وبمناسبة حفل توزيع الجوائز اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان تنظيم سباق الايرومان جاء استمرارا لاهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتوجهاته بدعم الشباب البحريني في مختلف المجالات للوصول الى النجاحات المرجوة التي تسهم في تعزيز سموعة مملكة البحرين وامكانياتها في استضافة وتنظيم مختلف البطولات والمنافسات الرياضية معربا سموه في ذات الوقت عن شكره وتقديره الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين على دعمه المتواصل للبطولة الامر الذي يؤكد حرص سموه الاحداث الرياضية التي تقام على المملكة وتساهم بالشكل المباشر في الترويج لمملكة البحرين والانجازات الحضارية التي تحققت في العهد الزاهري اضافة الى ابراز ما يتمتع به شباب البحرين من قدرات تنظيمية وكوادر مؤهلة قادر على احتضان اكبر الفعالية الرياضية واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمشاركة نخبة من ابطال العالم في بطولة الايرومان الامر الذي ساهم في اثراء مسيرة البطولة من الناحية الفنية وجعلها الافضل على مستوى الشرق الاوسط مؤكدا ان المملكة البحرين تفتخر باحتضان هذه البطولة باعتبارها موطنا لرياضة التريتلون في الشرق الاوسط وستعمل في المستقبل على استقطاب المزيد من البطولات التي تؤكد مكانة البحرين على المستوى العالمي وابراز صورتها المشرقة عند استضافة وتنظيم مختلف البطولات كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الابطال الذين حققوا المراكز الثلاثة الاولى في السباقة والذين قدموا مستويات متميزة طيلة فترات السباقة وصولا الى تحقيق هذه المراكز المتقدمة مباركا في ذات الوقت حصول متسابقة فريق البحرين للتحمل ثلاثة عشر دانيلا ريف على المركز الاول في بطولة التاج الثلاثي وحصولها على الجائزة الاعلى في تاريخ التريتلون وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة لقد حرصنا على اشراك الشباب البحريني في هذا السباق وتهيئة الاجواء المثالية امامه من اجل تحقيق النتائج المتميزة في السباق مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من البطولات المحلية والتي سيتم اشراك الشباب البحريني بكل فاعلية املا في نشر لعبة التريتلون بين اوساط الشباب هذا وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في ختام الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين بحسب الفئات العمرية المشاركة في السباق كما قدم ميدالية ذهبية تذكارية بمناسبة فوزها ببطولة التاج الثلاثي الاولى ترجمة نانسي قنقر